أحد أخذ الأكلة دي فيه اللي ما يتسمون واخدوا الأكلة دي فلنسا أريد أن أوضح الأمور الملوخية مصرية مئة بالمئة وفيه أكيد هي إثبات وفيه برهان خلينا كامل دي أخذ حاجة ملوخية ملوخية عشان بس نبق واضحين الملوخية مصرية من أيام قدماء المصريين كانوا يزرعوها على دفاف النيل طبعاً فدي حاجة من قبل ما يكون فيه أصلاً محترامي طبعاً أي حاجة كانش فيه أصلاً بلاد حوالينا كالمصر الملوخية دي مصرية مئة بالمئة أي حد بقى أخذها ما يعمل لنتو نفس أي حد يعملون بس أكلنا مصري هو واحد فالملوخية مصرية مئة بالمئة أي حد يقول غير كده الطعمية فيه أساس فيه حاجات كده معينة والفون وحاجات فيه مشتركة ما بين المطبخ الشامي الشامي المطبخ الشامي بس المطبخ الشامي ومن خسين وشامي ده يعني عربي مش حاجة ثالثة مشتركة ولكن زي هاختصر يعني زي التعامية فيه في البفول وفي الحمص فيه ومسزة يعني فلاشة في حاجات مشتركة ما بيننا وبين بعضينا الأردن مبخ محترم جداً فلسطين مبخ محترم جداً أركال لبنان وسوريا دول مطابخ شامي محترمين جداً فاحنا مشتركين وهم دول اليوم أصول في المطابخ وهم دول اليوم أصلاً أعراق كبيرة جداً في الأكل حتى لو خدوا حاجات من المصرية احنا مبسوطين لهم ممتبات غير كده احنا مش مبسوطين يعني مصري شيف عليهم هم معرفوش يسرقوا حضرتك وثقافتك الأديمة تكلام كله فبيجيبوا في الحقيقة عايز يسرق الطبق هو ده يضع يعملوا وهو معرفش يعمل ده عشان ما عندوش حضارة ما عندوش تاريخة فعايز يسرق أي حاجة الأمناء أمناء في كل عصر اليابان مسمية الملوخية عندهم وعملين منها أكلات غريبة بالدرجة عملين منها الشكولاتة هاي نسميينها السبانخ المصرية لأنهم يعلموا إن هي مصرية مصرية أقول جملة فضل الي يسرق يسرق المهمة الأصل الأصل هو مصر بس كده آخر كلمة الأولادة